بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنحن نستقبل هذا الشهر الكريم نستقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونحن إذ نستقبل هذا الشهر نقول للجميع كل عام وأنتم بخير لا على سبيل التعبد وإنما على سبيل التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذن نحن الآن نستقبل شهر رمضان كيف نستقبل شهر رمضان؟ أولا نرى الهلال وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم عندما نرى الهلال يقول اللهم أهل علينا باليمن والإيمام والسلامة والإسلام ربي وربك الله خلال خير ورشد إذن هذا الدعاء نقول عندما نرى هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان ينبئ بتغير في أمور كونية نحن قد لا نشعر بها منها أن الشياطين أو مرضة الشياطين تسلسل فهذا شهر خير وشهر بركة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وهناك رواية صحيحة أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال من حرم خيرها فقد حرم يعني من حرمه الله خير هذه الليلة فهو المحروم إذن نحن الآن على استقبال شهر كريم فلو كان الإنسان مفرطا فيما مضى من حياته فهناك ليلة ليلة واحدة في هذا الشهر هي خير من ألف شهر هناك مع بداية شهر رمضان يعني العادة أن الناس يتناقلون بعض الرسائل لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي ويكون فيها بعض الأشياء التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أيها المسلم هذا الشهر بأنك تنشر ما لا يحل نشره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من الأمور التي أحب أن أنبه عنها يعني هناك بعض الأحاديث الضعيفة في استقبال شهر رمضان للأسف في طبعة لطائف المعارف لابن رجب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان إلى آخري وهذا ليس في شيء من كتب الحديث لا الكتب الستة ولا الكتب الستين ليس له أصل فلذلك أردت أن أنبه عليه في أول حلقة لأن الكثير يعني يرى هذه الطبعة من طبعات ابن رجب وابن رجب من المحدثين من الفقهاء من العلماء الكبار لكن أنا أحسب والله أعلم أن هذه الجملة مقحمة من الطابع أو من أحد نساخ لأن العبارة التي في ابن رجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان كما خرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول ثم ذكر الحديث إذن كأنها يعني مدرجة يعني كأنها مكررة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه إذن ليس هناك يعني في التهنئة بشهر رمضان حديث صحيح الحديث المشهور عن عبادة أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقية من حرم فيه رحمة الله عز وجل هذا حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مكذوب بل قيل فيه موضوع يعني مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وثمت عدة أحاديث أخر كلها تدور حول هذا أتاكم شهر رمضان النافلة فيه كالفريضة فيما سواه والفريضة كسبعين فريضة كلها أحاديث لا تثبت لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لذا ونحن في استقبال هذا الشهر فيا أخي الكريم ويا أختي الكريمة إذا جاءك شيء في رسالة فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم الأولا أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى ستسأل هل هذا قاله النبي أو لا إن قلت أنا لا أعلم الآن الأمر أيصر من ذي قبل يعني ربما قلنا لك سابقا أدخل على أحد من العلماء وسله أما الآن فمحركات البحث ومعرفة الحديث الصحيح من السقيم أو من الضعيف هذه سهلة حتى لعوام الناس فلذلك لا تبدأ تنشر حتى تسأل أو على الأقل من أرسل لك هذه الرسالة قل له هل هذا الحديث صحيح أو لا ومن صححه لأن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة كثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكن محمولك سببا في نشر هذه الأحاديث بلوغ شهر رمضان في الجملة هي نعمة عظيمة لأن الإنسان أوقاته معدودة دقائق معدودة إنما نعد لهم عدة قال المفسرون من السلف أي الأنفاس فهي عدد من الأنفاس عدد من اللحظات لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاعة اسمه بلي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة يعني أخر في وفاته سنة قال طلح بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان أبدأ بها وقال وصل ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة يعني سنة كاملة كان يصلي فيها هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد في المسند وصححه شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه فبدأ بقوله أليس قد صام بعده رمضان إذن هنيئا لمن بلغ شهر رمضان وصامه المحروم فعلا من بلغ رمضان وكان قادرا على الصيام ففرت ولم يصم رمضان نحن نبشر والناس بقدوم رمضان ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في حديث صحيح وأنا دائما يعني أحب عندما أتكلم عن الأحاديث أن أنقل لفظها حتى يكون الإنسان ليس في شك مما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها في الحديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وهذا في سنة ترميذي وسنة ابن ماجة وأيضا حسنه الشيخ الألباني إذن نحن عندنا الآن في شهر رمضان فرصة فرصة يا إخواني فرصة يا أخواتي ما هي هذه الفرصة أن رمضان فيه تصفد يعني تغلغل بالأغلال والسلاسل مرضة الجن الجن العتاء الكبار الذين يوسوسون بشدة إلى الناس أنت في غير رمضان عندما تتكلم مع نفسك ويوسوس لك الشيطان قد تضعف نفسك وتقول يعني أنا نفسي ضعيفة وكيد الشيطان وإن كان ضعيفا لكنه مع النفس الضعيفة يعني قد يؤثر أنت الآن لا أنت الآن في شهر ليس فيه مرضة الجن إلا مصفدين إذن ما عندك إلا نفسك الأمار بالسوء كن قويا مع نفسك كن قويا ضد هؤلاء الذين يؤذونك من النفس والهوى والشيطان فعندئذ لما تكون قويا مع هؤلاء تعلم أن الله تبارك وتعالى يكون معك الإنسان لا يضعف أمام الشيطان هذا هو الأصل لكن يدخل للإنسان الضعف من جهة الغفلة أو من جهة الشهوة أو من جهة الغضب يعني هذه المداخل الثلاث التي يدخل منها الشيطان المداخل الثلاثة التي يدخل منها الشيطان إما الإنسان يغفل فيدخل الشيطان إلى نفسه ويوسوس له فيقعه في المعصية وإما الإنسان يغضب فيتلاعب به الشيطان كما يتلاعب الصبيان بالكرة وإما الإنسان تأتيه الشهوة وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال مفسرون من السلف قالوا الغلمة والاغتلام يعني شدة الشهوة لأن الإنسان إذا اشتدت شهوته أيضا وقع في المعصية عندئذ نعلم جميعا أننا يجب علينا أننا نترك هذه المعاصي ونتوب إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة